أريد أن أبدأ بيك دكتور نور ونتكلم على الدراسة لأنها هتكون محور الحديث وبعد كده نتطرق لعدد من الأمور الأخرى إزاي أنت بتتوافق مع هذا الطرح؟ تتوافق مع أصلاً أو لا؟ جداً ليه بقى؟ عشان إحنا دائماً الشخصات مثلاً الخجولة أو المعندسقة بنفسها أو الشخصات المتوضعة بيكون دائماً بنقول هما لازم نحملهم المسؤولات الشخصية والمسؤولات العامة إيه الشخصية؟ حاجته بقى شنطته، مذاكرته، حاجات البيت والمسؤولات العامة حاجة البيت حاجة إضافية عن المسؤولات الخاصة بتاعته البسكت على الهدوم مثلاً في الغسالة يساعد موطف كذا ففكرة وجود حيوان أليف اللي هو يبدأ يتحمل مسؤوليته اسمها المسؤولات العامة فأنا كده حملته المسؤولية فسقطوا بنفسه زايدت فلو نتكلم على الناس اللي معندهم سقطوا بنفسهم بشكل كبير شوية حتى لو وصلوا إن حافش دي ده أو سمها مفروطة اللي هو اضطراب سلوكي بسبب إيه اللي تثقى بالنفس أول شخصية خجولة اللي بتخاف تعرف عن الناس فده عليك كويس جداً اللي هم يبدأ يتحملهم مسؤولية الخاصة والمسؤولية العامة اللي ها مسؤولية شخصة معاه زي مسؤولية أخوك الصغير في البيت فده من حاجات اللي بتثقى ثقى بالنفس تانية حاجة الأطفال مثلاً ADHD فرط الحركة هو hyperactive هو بيطلع طاقة كبيرة جداً الحيوانات الأليفة من حاجات الكويسة جداً اللي هو يطلع الباور وطاقة جواه وده أثبتت بشكل كبير جداً يعني هو الحيواناتنا بيهد الطاقة دي بيمتصها ADHD هو أساسه غير اللي هو مثلاً ممكن يعمل حركات لا إيرادية لا هو hyperactive هو بيطلع كتير فهو يلعب مع حيوان أنيف أين كان نوعه لا هو بيساعد لهو يطلع الهيبر اللي جواه بيساعد في مهارات القراءة يعني احنا بنستخدمه النادي جديدة بقاً اوه طبعاً احنا دايما بنقول الحصير اللغوية اللي بيخدها للطفل ازاي يخدها؟ اننا بحكي له القصص فانا بساعده أقول له احكي بقى الكتاب المصور بتاعك او الحاجات اللي جواه يبدأ احكيها بقى لصحبك اللي هو الكلبة والقطة فيه يقعد معاه يبدأ يحكي له فياخد الحصير اللغوية ويبدأ يعرف يكون جمل فانا كده ساعدته في فكرة الخيال والواقع ويساعد في يطلع الخيال الجواه بتاعه ده كويس جداً ويبدأ يزود المهارات اللغوية بتاعته فانا كده حتى لو كان عنده أي صعوبات تعلم صعوبات قراءة او كتابة لا هو بيساعد لهو يطلع كم الحصير اللغوية اي ان كان نوع الحيوان بقى اللي حاجة تنصح بي اه طبعاً مش فرقة نوع الحيوان ايه اه طبعاً فكت بقى الحب المشروط انا بحبك بلا شروط ودي مهم جداً في الشخصيات مثلاً انا جالي دلوقتي بيبي جديد فببدأ بحس ان ماما البيبي ده خد ماما مني فببضع عنصر تاني في البيت موازي حتى لو كنت الطفل الوحيد في البيت فمش اوصل حتى التدليل الزايد انا مهتم جداً بعنصر ده بحب بلا شروط فمش هيطلع بقى فكرة الاتزاز العاطفي هو بيهز بالسلوك هو ده انا باكل واشرة ونلعب مع بعض فمش لازم اعمله حاجة فلينية عشان يحبني لا هو دايماً وافي ليك مش هيخونك مش هيزعلك طبعاً اه عكس الانسان ونباطه الغضب ده مهم قوي الاطفال العصبيين جداً هو بيقلل فكرة الكورتزوني الخاص بيه القلق والتوتر وبيتزاود من هرمون الأندروفينوكستين نفسه وقل التوتر فده بيساعد جداً اطفال اللي بيجي لهم نوبات غضب وعصبية ان هم يكونوا اكثر هدوءاً وبيساعد برضو حاجة اسمها الطارق السلوكية بشوف ابني التعاملات مع الحيات الأليفة ده في حاجة غريبة هل هو بيئذيه؟ يعني مثلاً ده مؤشر لشخصيته في التعامل مع الاخرين اه طبعاً يعني مثلاً الاطفال اللي حصلهم حاجة مثلاً تحرش بشوف التعامل من خليل اللعبة هل هو عنيف معاه؟ طب بيعملوا ازاي؟ فده مؤشر بالنسبة لي نوع من انواع الطارق السلوكية اللي أنا ممكن أستكشف ابني بيها والله دكتور نوري انت حببتنا في الحيوانات جداً